سموحة يفوز على الاهلي ويسجل اول خسارة للاهلي في الدور السناني في المباراة للاهلي كان مفروض يكسبها علشان يكتدي يكسب مجالاته ويبقى متصدر دور فرق ستة بنتع عن الزمالك ولكن خسارة النهاردة بيتبعطر الاولاء مرة اخرى وده اللي جي نتكلم عليه في حلقة النهاردة نتكلم في كل حاجة عمباردة الاهلي وسموحها وهنتكلم كمان اللي ممكن يحصل في الايام اللي جاية بس قبل نخش في الحلقة انزل نعمل لاجشن الحلقة توصل لكبر عجب من الناس ولكن مرة تشوفني انزل نعمل سبسكراف في قناة فعل الدرس علشان يجي لك كل جديد ويلا بينا نخش في الحلقة خلاني ابدأها من التشكيلة اللي بدأ نهاردة الاهلي في احراس المباراة محمد الشناوي بعد غيابه في المباراة اللي فاتت نزل النهاردة في مباراة النهاردة قدامه اتنين قلوب تفاع عدري بنقوم ورامر ربيعة على الشمال بيرعب بيه ايمن اشرف علي اليمين بيرعب باكرم طوفيه بسبب صابت محمد هيني بسبب صابت احمد رمضان بيكهم في بلعب اكرم طوفيه باك رايت اتنينفه دوسة مععب اليو ديانج وعمر الصلاية قدامه افشع علي الشمال طار محمد طار علي اليمين حسين الشيحاته قدام اجمع حيد محمد شريف تقريبا نفس التشكيلة بتاعت مباراة الزمالك بس فيه تغييرين هو محمد الشناوي بدل علي لطفيه اكرم طوفيه بدل بيكهم هنا الاهلي بدل المباراة انا البداية المباراة من ناحية الاهلي مكنتش فاهمها كان فيه شوية لعبكة كان فيه شوية هرجلة في الخطوط كان فيه شوية اااا توطر تصرع حاجة مش فاهمها لحد ما اسمها جاب الجون الاول جاب الجون الاول اللي فيه جمه معيس جدا احمد عبدالقاديل عمل وان تو كوايس جدا وراح وقلم عمر الصلاة والقيوب بالعرض لحليمي وحليمي دخل حتى الجن الاول اسبوحة. ومن هنا انا استنيت رد فعل الاهلي. ولكن الرد فعل الاهلي ما جاش غير بعد جن التعادل. الاهلي في الجن اه بعد الجن التعادل بتاني نشوف شكل الاهل. لكن طول من بداية المباراة لحد جن التعادل الاهلي شكله غريب. الخطوط بتاعته سواء صراع العاب او المعلمين غريب. طهر محمد طهر عمال يعمل في ميز افشا اللاعب اللي مفروض هو اللي بيوصل لك اللعيبة الجن الخصمي او بيحاول يخلق لك فرص في نص الملعب او بيربق ما بين نص الملعب المدفعين والمهاجمين. افشا النهاردة كنا منشوفه بيميل ناحية الشمال كتير جدا جدا زيادة عن النزوم. قدى ان يبقى نص الملعب العلي او الحتة بتاع صانع العاب تبقى فارجة تماما. وده اللي قدى ان عمرو الصلاة يتقدم له قدام كتير ويعمل دور صانع العاب. وعمر الصلاة النهاردة جماعة لازم نعاف عنده شوية. عمرو صلاة بقى له فترة كبيرة جدا بيقدم مستويات مميزة جدا جدا جدا. اللعب الدينم في نص الملعب اللي بيتعرق. اللعب اللي بعمل الدور الدفاع كويس جدا. بيعمل الدور الهجوم كويس جدا. بيعمل صراهات وقراط طويلة كويس جدا. شبات كويس جدا. شوتات حتى وحتى بيلعب راسه كويس جدا. عمرو صلاة. بقى لي كتير ما شفتش لعب نص ملعب مصري بالتكامل ده. عام رسلية اتوصل لنص الملعب المتكامل. اللي بيدافع كويس. اللي بيهاجم كويس. اللي بيشوت. اللي بيلعب المياغه. اللي بيدي برنيات. اللي بيلعمل الشبات. اللي بيرفع عرضيات. لاعب بيقدم مباريات مميزة. وبيدي اضافة للنادي الاهل. بدي اضافة كتير جدا. لو لعيبة طاية في ارض الملعب ممكن يحللها بباص مسلا. زي اللي عمله اللي عمله لحسيني الشحاتي نهارده. خليه جيبه جنب. اتعادل. في زل ان كل اللعيبة طاية. وكل الاهل تاية. والاهل بيقدم اداء غريب جدا. وقدر سموه حشرة الاول يقفل عالة كويس. ويعمل اداء كويس جدا. وده من الاهل الدفع ايض. ويتخلي كل حتة في الاهل مش عارف يتحرق. قفلوا على الاطراف كويس جدا جدا جدا. وحتى المسلمان كان بيحاول يطبق الفكرة ان يخلي الوينجاب بتاع تخشي القلب ملعب والبكاة تعمل دور. ولكن ما كانش كويس لان حسيني الشحاتي وطار محمد طار ما بيخشوش القلب كتير. او الاتنين دول استيل اللي عبوهم بيبقى على الخطة اكتر. ما بيخشوش لجوه كتير. وحتى اللي يدخل لجوه مش هيقده اي حاجة. ودهش بنافكزة مرة من برد النارد. ولكن الجن اللي جابه حسيني شحات جمه مميز جدا. عارف يعملوا كويس جدا. وكمان هي كانت ايناها ما هتطول منه وهتروح منه ولكن يقدر يسيطر ويجيب هدف التعادل. بعد هدف التعادل. التالي اشوف شكل الاهلي كويس. لانا اشوف شكل الاهلي. الاهلي تده يستهز عالكورة اكتر. تده يهدد مرمى. اه هنس الامان. ابتده يوصل مرمى من خلص. لانا اشوف شكل الاهلي. اللي اعنا وكنا شايفينه قبل الجن التعادل. لحد يعني من الجن التعادل لحد نهاية الشوت الاول. الهلي كان عامل شوت مميز. الربع ساعة اللي عملها في نهاية الشوت كانوا مميزين جدا. ناها الشوت بشكل مميز جدا. الاهلي احنا عارفين اللي هو الاهلي اللي بس بكرة ومسيطرة عام ملعب بيحاول اصر الجن الخاصل بيحاول سجل جول واتنين وتلاتة عشان المباراة. ولكن توهان لقيمة الاهلي ده اللي قدل الاهلي ما مقدرش يجيب جوان كتير. طهر محمد طهر تايه تماما بعيد تماما عن فرميته بعيد تماما عن مستويات ودي حاجة مش فاهمة لا محمد طهر محمد طهر كان في المولي العربي العرب بيقدم مستويات كبيرة جدا ولكن لما جيه الاهلي بقى تايه كتير بيعمل مسبسات كتير ما بقاش يعمل حركات اللي بيعملها مع المولين بقى بمهزوز شوية. في كزا كرة كما يرقصها ويروح يشوت زي ما كم يعمل في المولين ولكن ده ما بنشوفوش مع الاهلي من ساعد ما يجيه الاهلي. طهر محمد طهر عليها على مستفاهم كبيرة جدا جدا جدا. وانا اتوقع من بارات اللي جاية مسلمان هيرايحوا جنبه وعديكها شوية وبتدي يدي ليه كهرباء. ولكن توهان للاهلي الشوت الاول او مش توهان للاهلي توهان هجوم الاهلي نهاردة شايف ما كانش المستوى. لعب الهجوم الاهلي نوع ما كان المستوى اوفاء شوية هو حسين الشحات. ولكن غير كده الاهلي كانت طول الشوت الاول ودخلنا شير التاني بالتعادل الاهلي ان هو بيحاول مساطر على كل حاجة في الارض الملعب وبيحاول يهدد مرمى الخصم بالزل ان الخصم بتاعه مدافع وراجل ونصة ملعا وبيلعب تحت الكرة وبيحاول اللعب على عاجمة مرتدة. وده لكم لو بتشوف ان الاهلي خرج بعد الشوت بعد يعني بعد ملدات الشوت مسلا بعشر دول لحاجة. الساحب طار محمد طار وساحب حسين الشحات. ونزل كهرباء ونزل وليد سليمان. بس انا عندي علامتين استفاهم مش علامة الاولى ان انت خرجت الوينجات بتاعتك اللي ممكن تعملك حلول على الخط ونزلت اتنين لعيبة بيشتغلوا من العمق. الرباء الوجون بتاعك بيشتغل من العمق. وليس سليمان وطهربة وقف شاوي حتى بولي لما نزل. كله بيشتغل من العمق. فانت كده سبت الاطراف لوحدها. مبقاش في حد للاهلي بيرجع يدافع عكس الشوت الاول اللي طهر وحسين الشحات كانوا بيرجعوا يدافع مع البكات اللي اكرم توفيق والس اايمن اشرف. ولكن بعد ما نزلت الاتنين والس سليمان وقهربة بقى والبكات بتاعتك لوحدهم. وكمان انت خرجت والس ااايمن اشرف ونزلت كوكة. فانزولك الكوكة والنحى اكرم توفيق متعري. فقدى ان انت البكات بتاعتك باندضعفة. الاطراف بتاعتك باندضعفة. لان مفيشوينجات بترجع ساند الباكات بتوعب. قد ان الباكات بيقول وحده. والونجات بتلعب من عمك الملعب. وعمك الملعب ما كانش بيدي اي ثماره. ما كانش بيقدي باي ثماره لان النص الملعب او العمك بتاع الملعب كان سموحها فلاك واس جدا. ولكن سموحها قفل النص الملعب والاطراب اللي بقيت مفتوحة نعم ما شوية للباكات ما عارفش يستغلوها. وقدن الاهل شكله طول الشوت التاني ان بلعب كرات عرضية سيئة وكرات بلونية بسيطة وسهلة للهان يا سليمان. قدر الاهل ما يدرش يجيب جوان شوت التاني. ولا حط شوت الاول. الاهل النهاردة سيئ. ما قدرش يلعب مباراة على سموحها. احمد سامي واسموحها قارف ويلعبه جيم كبير جدا على الاهل وقدر يخطفه في نهاية المباراة جون مميز. قدر في نهاية المباراة يخطف جون يكسب بي تراتة بنت. من الاهل. فزن الاهل توهان غريب. والجون التاني بتاع سموحها غلطة سازجة جدا من محمد الشيناوي مش متوقع تمام من محمد الشيناوي لعب حرس مرمان بير خرجوا لعب فاول من نص الملعب. المعروض ان الحرس المرمان بيتلاقي لعب فاول من نص الملعب بيحاول ان يخلي لائبته كلها مسؤوقة في نص ملعب الخصف. ولكن لما انت زقيت لائبته كلها نص ملعب الخصف. ما جاش في دماغك او ما توقعتش ان ممكن دقاء سموحها يشيل الكورة وترد في نص ملعبك باي شكل من اشكال. وده اللي حصل فعلا. محمد الشيناوي لعب كورة طويلة ردد من دفاع سموحها. محمد الشيناوي ما فكرش ان يرجع لمرمانه ويسيب نص الملعب. ويجري يوفقونه غير لما الكورة نزلت لحسام حسن وابتدى يلف باقرة متوفية. ساعتها محمد الشيناوي ابتدى يفكر ان هو يجري. وحتى ما كانش بيجري بالسرعة الكس ولا كان بيجري بالراحة اللي هو ما توقعش ان اه حسان حسن يستلم الكورة ويلف اوكرم طوفية ويشيط على طول. كانش متوقحها. ابتدى يتوقع ابتدى يركز لما الكورة ابتدى في في رجل اه حسان حسن وفي نص ملعبك ونص ملعبك كله فاضي وما فيش غيرك وانت سايب الجول. قدر على طول حسان حسن حط الكورة هدف تاني مسموحة في اخر داي مبرارة في دية تلاتة وتسعين. في ذلك الوقت دوا ان الاهلي هو اللي متعاود يساجل في جول وده اللي كان الشناوي شايفه وده اللي شناوي متوقع لو يلعب كورة طويلة هل تيير يتخبط وتخبط 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 لحدة من الاهلي جيب جول الفوز. ولكن انا كانش متوقع ان الكورة ترد وسموحها هو اللي يجيب جول الفوز. بصراحة الاهلي النار دا قد مبرارة مش الافضل لدي دي. يعني تقدروا سمعني مبرارة سيئة ونحط تاني يسموح قد مبرارة كبيرة جدا جدا. كده الاهلي والزمالك لقوا الاتنين كسبوا كل ما اجلتهم الاهلي هيبقى متصدر بفرق تلاتة بنته. ولكن الاهلي هيكسب كل مبارياته ده اللي هنشوفه الايام الجاية. ولكن الزمالك هيكسب كل مبارياته ده برضو اللي هنشوفهم بايه الايام اللي جاية. الاهلي والزمالك عم نيوقع نقط وده يقع وده يقع وده يقع وده يقع وده يقع. لما نشوف في نهاية المسلمين يقدر ياخد الدول كله توقع كنتا بقى. هل الاهلي قادر انه يتصدر الدوري. فرق تلاتة بنت بعد ما يكسب كل مقضالاته. ولا ممكن الزمالك يتعصر الاهلي يكسب يبقى متصدر الدوري. بفرق اكتر من تلاتة بنت. ولا الاهلي مش يبقى متصدر الدوري اصلا بفرق تلاتة بنته يبقى متعادل في المتاعي مع الزمالك. او ممكن كمان يبقى قلت اقل من الزمالك. قل له طوقات في الكومنتس. الاهلي يبقى شكله ايه الايام اللي جاية. ولما حلق عاجبتنا نساش تعمل لايك. الاول مرة تشوفني هنا ننزل لعمل سبسكراف في قناة فعلى الجرس. عشان يجي لك كل جديد. وتابعونا عصوش نميلة بتاعتي فيسبوك. واتويت تارينا انستجرام. ويعمل شارع على فيسبوك. الى تويت على تويت وتعبوا كاميرا. عشان كل حلقة الجاية. سلام.